بسم الله والسلام على الصلاة هذه هي المحاضرة الأولى بعد المقدمة أو يعتبر هذا هو الدرس الأول أولنا نبدأ نعرف هل هي ها الهتشيميل ها الهيتشيميل السندس فور هيبر تيكست مارك أبلانجوج اختصارا لهايبر تيكست مارك أبلانجوج مكونة من TAGZ في openinggrund بهذا الشكل يليه و لكن لو كتبنا هصلة على هتشيميل اللي هو أول تاب وغير أنه ننهي هذا الهيتشيميل بهذا الشكل ده كده عبارة عن HTML ببنعرف من هذا التاج بنعرفه ان دي document HTML ولكن فيه اولا doc type وهنكتب HTML هل فيه اختصار لهذا الكلام فيه اختصار HTML بهذا الشكل فيه اختصار لو كتبنا HTML فهيكتب او هيضيف base بهذا الشكل هذا الكلام ينطبك على sublime text HTML و نضغط tab هيتم ارفاق او تم كتابة automatic ال basic للصفحة الرأسية ال basic نعرف ان دي document HTML بنعرف ان ده HTML من هذا التاج language English direction او ال directory هذا الشكل فيه ال head tag وفيه ال title هنا عليكم first first lesson or first lecture meta characters utf-8 هيتم اضافة هذا التاج اللي احنا نكتب حروف عرب او اي لغة غير اللغة الانجازية ده هنا ال coding لأي لغة غير اللغة الانجازية هنتعرف اول شيء في ال body tag ال body tag ده عباره عن ال body او ال content للصفحة الرؤسية و ال head هو ال head او العنوان الصفحة الرؤسية اللي بيظهر في ال tab وهنشوف الكلام ده في live اولا في ال head tag او العنوان اضافة عنوان الرؤسية بيبدأ من H1 بهذا الشكل الى H6 بيتم اضافة H2 وفي ايضا عندنا H3 وفي H4 وفي H5 وفي H المفترض هذه هي H5 طيب ال هيمكن نكتب هنا معلومات first title بهذا الشكل second 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 title و third third title او هنا fourth title fifth title واخيرا number sixth title هيتم حفظ ctrl s save طبعا في ال whole star بهذا الشكل لم يتم الحفظ ctrl s يزول ال star اللي بجوار name او بجوار اسم الفايل لو شفنا الملف او كوكمنا بحفظ ملف وفي البروزر اوبين لهذا الفايل هو فايل بسيط موجود فيه من H1 ال H6 دي كبير عبارة عن الهيدنج H1 او الهيد تاني هيد تالت هيد رابع هيد بإذن اكبر size هو H1 و اقل size هو H6 ببساطة شديدة ممكن يكون بفتاح او بفتاحها زمغف OpenWish ويقوم بأي متصفح من هذه المتصفحات لو بنكتب نص غير العنوان فهيتم استخدام البراغرافتاج بهذا الشكل يتم استخدام البراغراف تاج ويتم كتبتنا This will be long text This will be long text You can write your own text بهذا الشكل ويمكن يتم تكرار هذا الكلام عدة مرات بهذا الشكل ويتم حافظ الملف ويري run مرة أخرى لو قلنا نرفع بهذا الشكل سيظهر ان This will be the text هذا كده استبدلنا صفحة موجود فقط لغراف هل يمكن إضافة هنا وليكن H1 First title بهذا الشكل أتم حافظ إذا قلنا نرفع في البراؤزر فهي ظهر هنا First title وهو H1 وهنا البراغراف هذا كده هبار عن النصوص في HTML في بعض المعلومات البسطة التي سيتم التعرض لها أن كما نضيف لو في نصين بهذا الشكل كنترول لو في نصين بهذا الشكل وإزاي نضيف فاصل أو خطه في كوبين من نصين فيه حاجة اسمها horizontal line بهذا الشكل يتم إضافة فقط HR فيه ويتم إضافة خط فاصل ممكن نقول إنه كوبين عبار عن كوبين وباست بعد هذا الفايل يتم يحفظ الملف ويرفرش فهذا عبار عن الhorizontal line كيف يكون في center أو center مثلا وليكن إن هذا يكون في center فنقول إنه هنا في center tag وهيتم وضع هذا في center tag ممكن نسيف ويكون هذا الملف ويكون هذا الملف وليكن أو هذا التاكست يكون بهذا الشكل بحيث إنه يكون واضح إنه فيه center فنحفظ الملف ويرفرش فأصبح هذا فيه center tag كيف نضيف breaking tag أو ندخل إن هذا نص بهذا الشكل فنقول إن هذا كده breaking breaking line وهنا وليكن breaking line وهنا وليكن breaking line ويتم ويتم عمل save للفايل ويرفرش مرة أخرى في البروزر فهذا الشكل أصبح هنا break في كل مكان حطينا بين tag فهتم إضافة سطر جديد عشان نكون هنا معظم المعلومات عن text في HTML فهن هنقول إن فيه وليكن إن دي بهذا الشكل this will be فلو السياف من هذا الملف ويه جينا هنا في البروزر ويرفرش this will be مافيش مسافات كيف نضيف المسافة؟ في بساطة جديدة ببساطة إن بين this will نضيف سيفنا الملف ورجعنا للبروزر ونلاحظ إن فيه عدد مسافات بعدد non-breaking space الضفناي بكل non-breaking space أو كل code يتم إضافة مسافة واحدة بكاءة من text في HTML وإن شاء الله في الدرس القادم هنتعرض لللينكس وبعض المعلومات عن إزاي نغير الفونت والcolor من داخل التشميل والأسامين باستخدام الكاسكاد نغير الطالج